النهاردة الموضوع السادس المهم جدا واللي هو ضريبة الاشخاص الاعتبارية هرجع معكم كده سريعا على الموضوعات اللي احنا خدناها من بداية الحلقات ونرجو منكم ان انتوا تتابعوا حلقات برنامج في بيتنا مدرسة قناة مصر التعليمية ان شاء الله هتسهل عليكم كتير وان شاء الله بإذن الله نتمنى لكم التوفيق في الامتحانات ان شاء الله القادمة طيب احنا خدنا ضريبة المرتبات ثم ضريبة النشاط التجاري والاعتباري ثم ضريبة المعنى الحرة ثم ضريبة الاراضة السر والعقرية والحلقة اللي فاتت خدنا ضريبة القيمة المضافة وان شاء الله النهاردة نكمل معكم الموضوع السادس وهو ضريبة الاشخاص الاعتبارية ايه معنى او مفهوم كلمة ضريبة الاشخاص الاعتبارية بيقصد بالاشخاص الاعتبارية اذا كانت منشآت او شركات او مؤسسات يعني احنا دخلنا دلوقتي من ضريبة افراد لما يكون مهنة حرة وقلنا مهندس محاسب طبيب وخدنا ضريبة ارادات السروة العقارية اذا كنت تمتلك عمارة وبتأجرها وضريبة النشاط التجاري والصناع اللي هي الخاصة بالعمارة المبنية سواء سكن او ارض تقسم ثم تباع ودلوقتي بموضوع مهم جدا 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 وده من العناصر الاساسية في ضريبة الدولة اللي بتفرد على الغير او اذا كانت تفرد على منشآت او شركات هنبدأ نشوف ازاي احسب الضريبة بطريقة بسيطة جدا لو انت ركزت معاه في الكلمتين في بداية الحالة اللي هقولهم دلوقتي على ضريبة الاشخاص الاعتبارية احنا بنحسب ان اشخاص الاعتبارية دي شركة او منشآت شركة والمنشآت اللي هي موجودة معايا عايز احسب عليها ضريبة طب ايه اللي بيتم بيبقى فيه مندوب من مصلحة الضريب اللي هو مأمور الضريب يبدأ يراجع حسابات او ارباح او ما يطلق عليه صف الربح الخاص بالشركات يعني هنضرب مثال شركة على سبيل المثال بتحقق صف الربح قدره مبلغ معين بيجي مأمور الضريب يبدأ يراجع يقول للشركة دي او الادارة او الحسابات الربح بتاعكم كام فبيقدموله حساب اسمه حساب ارباح وخسائر يتضمن صافي الربح يبدأ معانا مأمور الضريب يشوف حساب الارباح والخسائر ده يتضمن ارادات ومصرفات الشركة ويبدأ يراجع طيب دلوقتي عشان خاطر تركز معايا تحسب الضريبة على صف الربح الشركة الاعتبارية او الاشخاص الاعتبارية او الممول تعالوا نشوف مع بعض دلوقتي ازاي نعرف كلمة شريحة او الضريبة على الاشخاص الاعتبارية الضريبة على الارضة السرعة العقارية خلاص طيب معايا بس قبل ما اقولي على ضريبة السرعة العقارية تاني الضريبة السرعة العقارية موجودة معايا في جزء مهم جدا اللي هو ايه اللي هو احنا زي نعمل التمرين بتاع ضريبة السرعة العقارية ونركز فيه ونحله على ضريبة القيمة المضافة او الاشخاص الاعتبارية بتاعتنا طبعا عشان خاطر تحل ضريبة الاشخاص الاعتبارية لازم تركز معايا على الجزء بتاعنا بتاع أشخاص الاعتبارية بيتعمل إزاي ونبدأ مع بعض الوقت على مفهوم ضريبة الأشخاص الاعتبارية ونحاول نحل التمرين الأول على الأشخاص الاعتبارية ونفهم قبل ما نبدأ نحل التمرين معنا أو مفهوم الأشخاص الاعتبارية تعالوا معنا مع بعض الوقت نبدأ نشوف ضريبة الأشخاص الاعتبارية الجزء الأول معنا اللي هو الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية يقصد بالضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية أن قانون الضرائب أخضع جميع أنواع الشركات على اختلاف أغراضها وأشكالها القانونية للضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية حيث يتم محاسبة الشركات ضريبيا عن أرباحها وليس الشركة يعني إيه؟ يعني أن قانون الضرايب خضع جميع أنواع الشركات سواء كان اختلاف أشكالها القانونية على ضريبة الأشخاص الاعتبارية سواء كان شركة أو مؤسسة على أرباحها وليس على الشركة يعني أنا لو كن صاحب شركة ما بتحسبش علي ضريبة الأرباح للأشخاص الاعتبارية احنا بنحسب على الشركة التي أملكها طيب يقصد بأشخاص الاعتبارية تبقى للقانون شركات الأموال وشركات الأشخاص الجماعات التعونية واتحادتها الهيئات العامة التي تزاول نشاطا خاضع للضريبة والبنوك والشركات والمنشآت الأجنبية حتى لو كان مركزها خارج مصر والوحدات التي تنشئها وحدات الإدارة المحلية طيب إحنا الأشخاص الاعتبارية تاني هنقول أي شركات أموال أو شركات أشخاص أو أي جماعات تعونية أو اتحادات الجماعات التعونية دي تخضع لضريبة الأشخاص الاعتبارية هيئة عامة تزاوي النشاط خاضع للضريبة أي بنوك أو شركات أو منشآت أجنبية حتى لو كانت بتعمل خارج مصر الوحدات التي تنشئها وحدات الإدارة المحلية طيب حيث يخضع صاف الربح الذي تقدمه الشركة اللي هو الممول طبعا إلى مأمور الضرائب ثم يقوم مأمور الضرائب بإعداد كشف يسمى كشف التعديلات متضمنا كافة لإرادات والمصرفات المقدمة من الممول ولكن بعد تعدلها تبقا للقانون طيب هنبدأ دلوقتي معايا تمرين الأول على ضريبة الأشخاص الاعتبارية إحنا النهاردة إن شاء الله جايبين لكم أكتر من تمرين عشان خاطر نحاول نلم الموضوع ده لأن التمرين ده من التمرين مهمة جدا والعناصر بتاعته كتير طيب بفحص بند المصرفات المدرج بقائمة الدخل لشركة عدل إمام المرفقة بالإقرار عن السنة 2020 تباين ميالي بصفر ربح 600 ألف في صفر ربح في الشركة 600 ألف بصوا بقى البنود اللي إحنا هنحاول نحلها وعيسكوا النهاردة تتعودوا بس تركزوا شوية في الأرقام اللي إحنا بنقولها تحلوا التمرين إزاي؟ قيمة التبرعات 50 ألف التبرعات بكام؟ 50 ألف طبعا إحنا لازم نكون عارفين لما تيجي تحل التمرين حدد إرادات الشركة ونشاطاتها زي ما هنشوف مع بعض الوقتي التبرعات عبارة عن 8000 تبرعات الفقراءة الحية هذه أول تبرعات اختيبوا وراي 8000 تبرعات الفقراءة الحية 12000 تبرعات مدفوعة الجمعية خيرية مشهرة 25 ألف تبرعات لمستشفى الأسر العيني 5000 تبرعات مدفوعة لأحد الأحزاب عايز بس أشرح الجزء ده الأول عشان خاطر تركزوا معي فيه إحنا قلنا أن التبرعات بتكون لثلاث جهات التبرعات إما تكون لفقراء الحي أو مساكين الحي أو الأحزاب في التمرين بتاعنا ده هنقول هنعامل أو هنتعامل مع التبرعات إزاي فيه تبرعات رقم اتنين اللي هي التبرعات إيه تبرعات مدفوعة لجمعية خيرية مصرية مشهرة وتالت تبرعات تبرعات للحكومة أو كل ما يرتبط بالقطاع الحكومي سواء المستشفى حكومي أو أي جهة حكومية التلات تبرعات دول هشوف في التمرين دلوقتي أتعامل معهم إزاي يعني لكل واحدة لها رقم والرقم بتاع التمرين بتاعهم الدول تبرعات لفقراء الحي تبرعات لجمعية خيرية مشهرة تبرعات للحكومة أو جهة حكومية هشوف دلوقتي في التمرين هبدأ أحطها إزاي وإيه الرقم اللي أنا بحط له التمرين الرقم بتاعه في التمرين وإيه الجزء اللي أنا ما بحط له رقم في التمرين طيب تعالوا كده رقم اتنين تشمل المصرفات على عشر تلاف تأمينات منها تأمين نور ومياه وتليفون والباقي تأمين سنوي على المبنى ضد الحوادث اتدام من واحد سبعة تلاتة رقم تلاتة ضمن المصرفات أقصاد تأمين اجتماعية منها عشر تلاف حصة العاملين في التأمينات الاجتماعية رقم أربعة ضمن المصرفات غرام التأخير سداد الضريبة المستحقة على أرباح الشركة عن أعوام سابقة طيب تعالوا مع بعض نكامل التمرين رقم خمسة ضمن المصرفات رسوم جمركية لا توجد مستندات مؤيدة لها رقم ستة ضمن المصرفات مخصص معاشات علما بأن المنشأة مصرح لها بإنشاء سندوق خاص للمشتركين من العاملين ومجموعة الأجور السنوية لعاملين مدرجة 200 ألف جنيه سبعة تشمل مصرفات تأمين على حيات الشركة ألف ألفين وتأمين على حيات الشركة به 3000 غرام التأخير عن توريد البضاعة لأحد الشركات 4000 والمطلوب بيان أثر ما سبق على تحديد صف ربح الخاضع للضريبة طيب تعالوا نشوف الحل إزاي ونبدأ نقول الحل الأول بتاع الجدول الأولين أو التمرين الأول معنا اللي هو إيه بقى كشف التعديلات نبدأ الكشف عبارة عن ثلاث خنات إيه هم يضاف ثم يخصم ثم سبب التعديلات يبقى يضاف يخصم سرب التعديلات بنبدأ أول حاجة بالتمرين يريد كل يركز معاه في التمرين ده بصوف الربح المحاسبي من واقع التمرين وإحنا كتبينه في أول التمرين ستمائة ألف طيب تعالوا كده لسه مراجعة حالا على التبرعات التبرعات جابها لي قال لي إيه بقى قال لي تبرعات لفقراء الحي غير معترف بيها كتكلفة تضاف لربح يعني أنت لو اتبرعت ما ينفعش إذا كان عندك شركة تروح تقول للمصلحة الضرائب أو مأمور الضرائب ده أنا اتبرعت الفقرة بتامن تلاف طبعا إيش هتتبرع لحد هيديك إيصال أو هيديك مستند لأن أنت متبرع له من ناس الفقرة فلا يعترف بها وتضاف إلى الربح غير معترف بها كتكلفة تاني تبرعات لإحدى الجمعيات الخيرية المصرية المشهرة لازم تكون الجمعية خيرية مصرية مشهرة وتكون داخل مصر وليست خارج مصر معترف بها في حدود 10 على 110 من صف الربح الضريبي المعدل ولذلك تضاف مؤقتا هتحط رقم بتاعها بس هتحط قدامها مؤقتا طيب ركزوا معايا هنحتاجها دي كلمة مؤقتا هتلاقينا نحتاجها بعد كده ثم بقى التبرعات تبرعات لمستشفى الأصل العيني معترف بها تكلفة ويسمح بخصم هذه التبرعات الأصل العيني كلنا عارفين إن ده جهة حكومية روح تبرع بأي مبلغ أنت عايزوا لأي جهة حكومية هتلاقينا إيه من التعاون معاك ونقولك إن ده طبعا ده قطاع حكومي هنحط رقم أهو يعني هنا لملهاش رقم وهنا ملهاش رقم حطيت شرطتين لأن هي معترف بها كتكلفة يبقى أي حاجة معترف بها كتكلفة ما بنحط لهاش رقم في الجدول إذا كانت معترف بها كتكلفة غير معترف بها كتكلفة بنحط رقم بتاع زي التبرعات في القراءة الحي غير معترف بها لأنها تعتبر لا تعتبر لا هي لا تعتبر جمعية خيرية ولا جهة حكومية لذلك تضاف للربح يبقى لو قلت برع للحزب السياسي أو أي حزب تاني ليس أو لا يعترف بها كتكلفة هنحط لها رقم يبقى إحنا لاحزنا تبرعات للفؤرة حطيت لها رقم تبرعات لجمعية خيرية مشاهرة حطيت لها رقم تبرعات لمستشفى الأصر العيني حطيت رقم طبعا بتاعي ما تحطيتش الرقم لأن دي معترف بها أما تبرعات للأحزاب السياسية غير معترف بها حطيت الخامس سلاف نيجي على رقم اتنين قال لي تأمين نور ومياه وتليفون زي تأمين إيجار ونور ومياه وتليفون فهو تأمين مسترد كلنا عارفين لما بأمن على النور والمية أو التليفون عدد نور أو عدد مية أنا ممكن أسترد تأمين ده تاني وأبسط مثال اللي هو الإيجار أما يكون مأجر شقة أو مكان أو حتى مصنع بتفعله تأمين لو أنا دلوقت التأمين ده هيرجع لي أو هسيب المكان ده هاخد التأمين تاني طب حضرتك ده تأمين مسترد يعني هيرجع لك تاني حضرتك هتطل رقم ليه طبعا لا يعترف بيك تكلفة لذلك يضاف يبقى أي تأمين تأمين نور ومياه وتأمين تليفون وتأمين إيجار كل التأمينات دي كلها تتحطي لها الرقم بتاعها في يضاف يضاف إلى الربح عشان خاطر هي غير معترف بها أو التأمين ده مسترد تأمين سنوي على مبنى الشركة ضد الحوادث بس بدأ واحد سبعة بدأ واحد سبعة يعترف به بما يخص السنة طيب هو المبلغ كله عبارة عن العشر تلاف نقص الأربعة الدنس التلاف والتأمينات كلها كان قال للتأمينات عشر تلاف خدنا العشر تلاف شلنا منها أربع تلاف تأمين نور ومية اتبقى الباقي ستة طيب يا جماعة بصوا هو قال لي بدأ يوم واحد سبعة واحد سبعة عدوا معايا كده تاني سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر تعرفيني ان الضرايب تحصد سنوية فانا عايزة اقول له راجل ده دفع تأمين على المبنى لمدة سنة طيب حضرتك دفعت لمدة سنة بدأت تدفعه امتى؟ بدأنا ندفعه واحد سبعة يبقى اللي يخص السنة ست شهور يبقى تلقى ستة تلاف جنيه دول اللي هما التأمين على المبنى في ستة على اتناشر اداني تلت تلاف الباقي بقى كام؟ ست تلاف اللي هما انت دافعهم ناقص التلت تلاف اللي هما يخص السنة يبقى انت دافع مؤدم تلت تلاف فهضفه رقم تلاتة اقصاد تأمين اجتماعية منها حصة العاملين لا تعتبر من التكاليف واجيبة الخاص لان العاملين يتحملوا قيماتها تضاف يعني يا جماعة لما بجأ امن على نفسي في جزء بيتدفعه الشركة وجزء بيتدفعه العامل طيب الجزء اللي دفعه العامل ده ده بيتخصم من مرتبه حضرتك ضيف الجزء اللي هو العامل دفعه من جيبه ليه؟ حضرتك ما ينفعش تضيف الجزء بتاع تأمين على حياة العاملين لان ده يخصه هو ودفعه فما ينفعش مصروفه عليك بل هو ايه؟ استقطع من مرتبه فاذا قال لي تأمين حص الأقصاد تأمينات اجتماعية وفيها حصة عاملين بضيفه رقم بتحصة العاملين نكمل التمرين رقم 4 قال لي غرامة التأخير لعدم سداد الدرائب المستحقة غير معترف بيها حضرتك اتأخرت ان انت تسدد الدرائب انت المسؤول عن كده ما تحطش الغرامة دي من ضمن مصروفاتك فبحط ايه؟ لأربع تلاف بتاعت في حاجات سابتة وتركزوا فيها شوية هتلاقى بتتكرر كتير في امتحانات لو رجعتوا وتحاولوا تحلوها ايه؟ وتحاولوا تحفظها او تفهموا الجزء ده بيتحل ازاي؟ رقم 5 رسوم جمركية غير مؤيدة بالمستندات ليست تكلفة تضاف يعني في رسوم جمركية وملهاش مستندات طب حضرتك طالما ملهاش مستندات يبقى دي مش من تكلفة بتاعتنا لذلك تضاف قيمة الزيادة في مخصص المعشات بيقول لي ايه بقى؟ حيث ان المسموح به خاص مما يعادل 20% من اجمال المرتبات طالما توفرت الشروط المطلوبة المبلغ المدفوع الراجل ده دافع مرتبات 600 ألف ونسبة المفروض بتاعته او المفروض دافع 60 ألف حاجة اسمها مخصص معشات ونسبة المعشات او المخصص المعشات المفروض ما يزيدش عن 20% من اجمال المرتبات طب مرتبات اللي عاملين بالشركة 200 ألف في 20 على 100 بـ 20 ألف لحظوا الفرق ركزوا شوية هو كاتب عنده 60 ألف والمرتبات بتاعته اللي هو المبلغ اللي يخصم مخصص معشات 40 ألف حرق المفروض تكتبها 40 كتبتها 60 يبقى انت مزود كام؟ 20 ألف اروح جايب الـ 20 ألف جنيه دي اضيفها عند قيمة الزيادة في المخصصات ضحزوا يا جماعة معايا طلبة وطلبات الدبلوم ان اي رقم بزود بيه المصروفات ده بيقلل في ربح فبضيفه الايه؟ للوعاء او كشف التعديلات اي اراد بيقل من عمليات المنشأة ده برضو بيقلل في الربح بتاعي فبضيفه لايه؟ ليه كشف التعديلات اقصد تأمين على الحيارة رقم 7 شريك ألف والشريك بيه اذا كان عندي 2 شركة او 3 او 4 عايا كان العدد يسمح في حدود 3000 يسمح في حدود كم؟ ها؟ 3000 سنويا هو دافع الشريك ألف 2000 والشريك بيه 3 يبقى اجمع الاثنين مع بعض 3 و 2 5 طب حضرتك انت ما يتدفعش اكتر اقصاد تأمين على حياة الشركاء اكتر من 3000 اذا الفرق يضاف هو المفروض كاتب 5 تمام؟ الفرق يضاف 2000 لان هو كاتب 5 مجموع الاثنين ناقص التلاتة هتديني 2000 فهضيف الالفين اما غرامة تأخير عدم توريد البضاعة لأحد الشركاء معترف بها كتكلفة ومسموح بها قانونة لانها متعلقة بنشاط الشرك يعني لو انا اتأخرت في توريد بضاعة وتحسب عليها غرامة ده طبعا من حقك ما فيش مشكلة هجمع جانب يضاف كله ده طبعا فيه ما سبق ولي معاه هيطلع لي 688 ألف جنيه طبعا ما فيش حاجة فيه يخصم رحزوا بقى معايا فيه تبرعات لجمعية خيرية مصرية مشهرة في حدود 10 على 110 شايفين الرقم ده؟ 688 ألف تضربها على الآلة في 10 على 110 هديك رقم اللي هو 62545 وانت كاتب فوق نشوف التمرين التاني كده تبرعات لجمعية خيرية مصرية مشهرة طلع بـ 12 ألف انت كتبتها 12 تمام؟ فانت كتبتها 12 حضرتك هتبدأ تحط الأقل فيهم طبعا الأقل كام؟ هل الأقل 62545 ولا 12 ألف هاخد أيهم أقل الـ 12 يبقى صاف الربح الخاضع للضريبة 676 ألف لاحستوا في التمرين أن صاف الربح بتاعه كان 600 احنا وصلناه كمأمورية ضرائب أو كجهة مختصة بعملية الفحص بـ 676 ألف يبقى فيه إضافة عليه 76 ألف طيب زي ما انتوا لاحظتوا أعزائي الطلبة والطالبات احنا دلوقتي لما بنجي نحسب الضريبة على الأشخاص الاعتبارية لازم نركز في أن احنا نحل التمرين إزاي؟ إيه الخطوات؟ وأنا بقول للطلبة عشان خاطر تركزه في التمرين ده اعمل الجدول بتاعك ثلاث خانات يضاف يخصم سبب التعديلات وابدأ أول حاجة بصف الربح طيب بعد كده يا مصر نعمل إيه؟ خد كل بند وشوف البند ده نقله عندك رقمه يعني رقم واحد تبرعات لجماعية خيرية مصرية معترف بها تبرعات لفقراء الحي تبدأ تنقلها ومن خلال مذاكرتك وانت بتذاكر وخلاص التمرين تكررت معك كذا مرة زي ما قلت أنا دلوقتي التبرعات لفقراء الحي غير معترف بها أضيف الرقم تبرعات لجماعية خيرية مشاهرة تعترف بها طبعا معترف بها في حدود مؤقتا أو انت بتحط رقمها وتحط جنبها كلمة مؤقتا ثم تبرعات للحكومة أو لمستشفى ما حط لهاش رقم من خلال حال التمرين الكتير هتلاقي التمرين بقى سلس معك خد كل بند حطه بالترتيب رقم واحد في التمرين جايلي كذا اتنين كذا تلاتة كذا هتبقى حال التمرين وان شاء الله تبقى معاك التمرين سهلة ما فيهوش اي مشكلة وهنتمرن تاني على تمرين تانية نهاردة في حلقة نهاردة ان شاء الله على ضريبة الاشخاص الاعتبارية لان ده من اهم موضوعات المحاسبة يعني من ضمن الاسئلة اللي بتقف جنب طلبة كتير تحاول تبدأ تسطر تمرينك تكتب بياناتك اللي موجودة ويضاف ويخصم من خلال حل التمرين بالبنود اللي احنا بنقولها وبنمرنكم معانا في قناة مصر التعليمية برنامج فيه بيتنا مدرسة هتبدأ تتفرق على الحلقة وتبدأ تدون ملاحظاتك تعرف ايه لي بيتضاف وايه لي بتخسم وان شاء الله التمرين بقى بالنسبة لك سهل ما فيهوش اي مشكلة تعال نشوف مع بعض وقت التمرين التاني هيتكلم عن ايه نفس البيانات حققت احدى الشركات ارباحا قدرها اتنين مليون جنيه وبالفحص الضريب المصرفات تبين ما يلي تشمل التأمينات خمسة وتلاتين الف تأمين منقصات دخول منقصات تأمين سنوى على الشركة ضد الحريق في واحد اربعة الاعلان يشمل عشرين الف قيمة اعلانات دورية وستين الف اعلانات معدنية سبتة في الميدين تحمل منتجات الشركة ولم يحسب لها اهلاك بالدفاتر علما بان الاهلاك السنوي المعتمد خمسة عشرين في المائة تتضمن المصرفات سبعين الف ضريب الدخل الشركة على نشاطها تبقى للقانون واحد و سعين لسنة الفين و خمسة تتضمن المرتبات خمستاشر الف جنيه مرتبات للشركة المتضامن واثناشر مرتبات للشركة الموسي ويعمل بالشركة تلاتة و تلاتين الف مرتبات وأقول لعملين بالشركة نكمل التمرين جزء التاني الدوني المعدومة خمسة و عشرين الف منها عشر تلاف غير مؤيدة بالمساندات ومخصص لما شكوك فيها اتنين واربين الف مخصص اجيو اربعة عشر احتياط توسعات اربعة واربعين ضمن التبرعات تمانين واربين الف جنيه تبرعات لجمعية خيرية منها الفين لجمعية تعمل خارج مصر والباقي لجمعية تعمل داخل مصر و خمسة و تلاتين الف جنيه تبرعات لمستشفى الأسر العيني تشمل غرامات تمنتاشر الف غرامة تأخير تقديم الاقرار الضريبة و غرامة مخالفة احنا عندنا تمن بنود انا كاتبها والتمن بنود دول كل بند فيه كذا نقطة انت كل بند خد زي ما هوريك دوقتي في التمرين او احنا شفنا التمرين اللي فات كل رقم بتفصل ما بين الجزء اللي ده واللي بعده او الجزء او كل نقطة واللي بعدها من خلال حل التمرين كالتالي يعني احنا هنمسك بند بند رقم واحد لو قال لي في التمرين رقم واحد نبدأ اول حاجة بكشف التعديلات وكشف التعديلات تبدأ بايه بصفر ربح صفر ربح 2 مليون ببدأ بعد كده على الجزء اللي أولاني قال لي تأمينات منها تأمين دخول مناقصات اهو تأمين دخول من احدى المناقصات لا يعتبر من التكاليف لانه سيتم استرداده يضاف يا جماعة انا داخل تأمين والتأمين ده هيرجع لي تاني منقصة فانا ما كسبتش المناقصة او المزاد فيرجع لي التأمين تاني يبقى مش مصروف طالما كده هيسترد وهو قال لي في التمرين لانه يسترد حتى لو ما قالش انت تعرف ان تأمين دخول مناقصات او تأمين ايجار او تأمين كهرباء وعد كهرباء ونور ومية ده يعتبر يسترد لذلك يضاف الرقم بتاعه تأمين سنوي على الشركة ضد الحريق يعتبر تكلفة بدأ في واحد اربعة ما يخص السنة هو قال لي التأمين جايبه لي في التمرين لو احنا ركزنا في التمرين وفي الرقم بعشرين الف جايبه كم الف بعشرين هضربه فيه انت بدأت التأمين تأمين على الحريق والسرقة احنا بنقول لمدة سنة بس بدأت واحد اربعة يبقى اربعة خمس ست سبع تمانية تسعة عشر حداشر اتناشر المدة لما جمعتها طلعت تسع شهور او بمعنى تاني واحد اربعة عدى ثلاث شهور من السنة يتبقى تسعة شهور تسعة في اتناشر اذا هيبقى عندي خمستاشر الف انت اللي يخصك السنة دي خمستاشر حضرتك كاتب 20 الف يبقى فيه خمسة زيادة تضاف الى الربح يبقى التأمين السنوي يخص السنة فقط ما زاد عن السنة يضاف الى كشف التعديلات اتنين بقى اعلانات دورية معترف بها بالكامل حضرتك عامل اعلانات للشركة ما فيش اي مشكلة حط الرقم اللي انت بتكتبه واجي عندي يضاف يخصم اجي اكتب شرطة يعني الاعلانات الدورية اي ان كان رقمها ايه هو انا ما يعني انا باعترف بيها وهي طبعا لا تخضع للضريبة او ما بحطاش كشف التعديلات وباجي اكتب قدامها شرط من ضمن الحاجات برضو في الاعلانات المهمة اللي هقولها معكم دلوقتي اعلانات لما يجي عندك بخصوص الاعلانات ركز في الاعلانات عشان خاطر برضو لو قابلك في تمرين تاني كلمة اعلان تتعامل معها ازاي اول حاجة اعلانات دورية معترف بيها لاحط لهاش رقم اذا الشركة اشترت اجندات او قدت هدايا او ساعات او اقلام مكتوب عليها اسم الشركة برضو نفس الكلام معترف بيها يعني اعلانات دورية اذا كان عندك بركز معايا هدايا او اجندات او نتائج او اقلام او ساعات كل ما يختص بعمل الشركة او دعايا لها معترف بيها بكتبها وما بكتبش قدامها رقم اذا كان عندي اعلانات سابتة او لوحات معدنية سابتة هي دي اللي بتحط رقم بتاعها وغير معترف بيها لكن يسمح بخصف الاهلاك بتاعها طيب تعالوا التاني مع التمرين نشوف اعلانات دورية معترف بيها بالكامل لا تأثير قيمة لوحات اعلانية سابتة في الميادين تحمل اعلانات عن منتجات الشركة ولم يدرج لها إعلاج بالدفاتر تعتبر أصول سابتة حطينا الرقم كل اللي هو ستين ألف لكن ايه بقى؟ ولا يسمح بها كتكلفة لذلك تضاف ولكن يسمح بإهلاك ضريبي خمسة وعشرين في المية هتمسك ستين ألف اللي انت ضيفتها دي تضربها في خمسة وعشرين في المية هيديك خمستاش ليبقى لإعلانات تاني نركز إعلانات دورية معترف بيها لوحة إعلانية سابتة غير معترف بيها بحط الرقم طيب يخصم ايه؟ يخصم خمسة وعشرين في المية كإهلاك ليها طيب ضريبة على دخل الشركة عن نشاطها تبقى للقانون لا تعتبر من التكاليف لذلك تضاف بسبعين ألف طيب نكمل التمرين رقم أربعة بالنسبة للمرتبات عايزكم تركزوا أوه في المرتبات دي عشان فيها أفكار كتيرة أوه بتقابل مرتب الشريك المتضامن هو الشركة في الشركة اللي احنا بنعمل لها فحص ضريبي يا إما شريك متضامن يا إما شريك موصي الشريك المتضامن أيًا كان عدد الشركة غير معترف بيك تكلفة حتى إن أدى عملاً لو هو عمل يا هو اشتغل في الشركة غير معترف بيه بضيف الرقم بتاعه لأنه يعتبر توزيع الربح يضاف يبقى إذن الشريك المتضامن سواء عمل بالشركة أو لم يعمل يضاف الرقم لأنه توزيع الربح يضاف طيب لو قال لي في التمرين مرتب الشريك الموصي لو الشريك الموصي ده بيعمل في الشركة يبقى معترف بيه ومش يحط له رقم لو الشريك الموصي ده لا يعمل بالشركة يبقى حط رقم بتاعه المرتبات والأجور اللي عاملين بما أن الأجور السنوية قال لي بيحصلوا على مرتبات وأجور سنوية 3000 طبعا هي جايبها لي شهرية أنا أحاولها لسنوية هضرب 3000 في 12 اداني 36000 والمرتبات المدرجة 33000 إذن الفرق المستحق يخصم يعني إيه بقى نفهمها بطريقة سهلة دلوقتي أنا بدفع أجور ومرتبات للعمال 3000 في الشهر في السنة المفروض أن أنا أدرك 36000 جنيه مرتبات كتبتها أنا 33000 يبقى أنا مستحق لي 3000 أخصمهم إذا كان المدرج أقل من المحسوب سنويا يخصم طب لو أكتر لو قلت في مثال تاني أن الراجل كتب لي في التمرين المرتبات 39000 وهم بيأخذوا 3000 في الشهر يبقى 3012 ب36 طب هو كتب 39 لا أقدم تمزود عليها 3000 أضفهم في الحالة دي أما إذا كان المدرج أقل من المحسوب فيخصم سلف العاملين لا تعتبر من التكاليف لأنه سيتم استردادها من العاملين تضاف في سلف عاملين أنا مسلف العمال 8000 جنيه من مرتبهم طبعا لو نفترض مثال كده من عندنا أن العمال دول بيأخذوا واحد مرتبه 3000 خذ سلفة 1000 جنيه هاجي آخر الشهر قبضه 3000 ولا قبضه 2000 أخصم الألف جنيه السلفة طب حضرتك خصمتها من مرتبه تكتبها عندك سلف كمصروف ليه؟ يبقى سلف العاملين طالما هتسترد تاني وهتتحسب من مرتبه وتتخسم فما ينفعش أن أنا حطها من ضمن المصروفات لذلك تضاف لكشف التعديلات رقم 5 ديون معدومة غير مؤيدة بالمستندات لاحظوا يا جماعة أي حاجة غير مؤيدة بالمستندات بنضيف لها الرقم يعني أي حاجة ملهاش مستند أو مؤيدة بنضيف الرقم بتاعها يبقى ديون معدومة غير مؤيدة بالمستندات لا يعترف بها كتكلفة تضاف مخصص ديون مشكوك فيه تحصلها غير معترف بيه تكلفة يضاف أي مخصصات أو احتياطيات يضاف رقمها إلى كشف التعديلات إلى الربح رقم 6 مخصص أجيو لا يعتبر من التكاليف واجبات الخاص يضاف مخصص أجيو زي مخصص ديون مشكوك فيها احتياط توسعات لا تعتبر من أصرفات واجبات الخاص لذلك تضاف لحظوا كده ديون معدومة غير مؤيدة بالمستندات مخصص ديون مشكوك فيها مخصص أجيو احتياطي توسعات لحظوا احنا بنجيب من التمرين ونكتبها في قلب الجدول ومع لنا بس نعرف هي تضاف ولا تخصم أو معترف بيها أو غير معترف بيها طريقة الحال سهلة جدا والله بس تركزه وأهم حاجة أن أنت عندك التمرين بتنقل منه البيانات وبتبدأ تطبق بعد كده تبرعات لجمعية خيرية مصرية تعمل خارج مصر طيب أنت حضرك قلت لنا التبرعات لجمعية خيرية مصرية ولازم تكون داخل مصر طيب الجمعية الخيرية لها تعمل خارج مصر تضاف ألفين جنيه هما أخلي بالكم أما التبرعات لإحدى الجمعات الخيرية المصرية المشاهرة معترف بها في حدود 10% من صف ربح الضريبي الـ 2048 هتبقى لـ 46 هنكتب جنبها مؤقتا غرام التأخير تقديم الإقرار الضريبي اللي هي اعترف بها تضاف ونبدأ نكمل تمريننا على الجزء الأخير مجموعة بعد ما جمعت خانة يضاف تلعي 2 مليون 374 ألف وخانة يخصم 18 ألف لحظوا الرقم ده بصوا 18 ألف نزلتها تاني وأنا متعود معكم قلت لكم أي حاجة بين قصين بكتبها يعتبر بتتخسم هروح طارح تاني مع بعض هطرح الرقم 2 مليون 374 ألف يدينا 2 مليون 356 ألف أخصم تبرعات لجمعية خيرية مصرية في حدود 10 في المية 10 على 110 خد الرقم ده اللي هو شايفه أنا معلم عليه هو بالسهم 2 مليون 356 ألف أضربه في 10 على 110 هيديني 214 ألف خمسمائة بعد كده المدرك بالتمرين 46 فباخد أيهم أقال 46 هيتبقى لي 200 أو 2 مليون 310 ألف إحنا كده كدنا تمرينين اللي هم الخاصين بعملية الضريبة للأشخاص الاعتبارية يبقى ضريبة الأشخاص الاعتبارية نركز تمريننا بيجي نبدأ نسطر 3 خانات خانة يضاف خانة يخصم سبب التعديلات أبدأ أولا صف الربح اللي أقدمه الممول اللي أقدمته الشركة يا جماعة بيقول له مأمور الضرائب أنا حققت ربح 2 مليون تفضل يبدأ مأمور الضرائب يراجع وراء حساب أرباح وخسار المقدر من الممول يبدأ يعمل كشف بتاعه ومكشف التعديلات يضيف لي كل ما هو غير معتمد أو غير خاص بعملية الممول أو أنت كاتب حاجات ليس لها علاقة بمستنرات مؤيدة أو أنت كاتبها عشان خاطر تقلل الربح بتاعك عشان تدفع ضريبة أقل فبدأ أحط في الكشف ده اللي يضاف واللي يخصم ده بيكون في صالح مين في صالح الشركة أو الشخص الاعتباري أو الأشخاص الاعتباري رقم 2 قدنا بعض الأمثلة وقلنا عشان تحل التمرين كويس ابدأ سطر تمرينك خد بيانات التمرين ورقمهم كده رقم 1 تبرعات رقم 2 مثلا تأمينات أجور مرتبات كل ما يختص بعملية التمرين تبدأ تحطها في الجدول وتبدأ تكمل تمرينك عادي هناخد دلوقتي التمرين الثالث على ضريبة الأشخاص الاعتبارية عشان إن شاء الله نكون إيه كملنا جزء كبير من عملية تمرين الأشخاص الاعتبارية دي طبعا على شركة شركة أشخاص مكونة من يحيى محمد وإحمد سعيد طيب متضامنين حققت أرباحا صافية قدرها مليون ونحص عن العام المنتهي 2020 أو وعته 2012 2020 وظهر عند الفحص الضريبي ميالي بند المصرفات إهلاك الأصول السابتة 32 ألف وإهلاك المباني فكزوا شوي إهلاك المباني بـ 8% والمعدة المعتمد ضريبيا طالع بـ 5% طيب رقم 2 يبقى دي خلي بالك كده 8% و 5% نحتاج النسبة دي تاني إهلاك أساس واتضح أن رصيد الأساس أولي لعام بـ 150 ورصيد مجمع إليك الأساس كان بـ 120 بعت الشركة قليل لعام أساس بـ 38 بند المصرفات يشمل 40 ألف مرتبات منها 6 ألف مرتبات شريك يحيى نظير الإدارة والباقي مرتبات الشريك للعملين علما بأن مرتبات العاملين للشهرية 30 ألف دي من المصرفات تبرعات لمعهد الأورام بالقاهرة وتبرعات لجمعات الوفاء والأمل تتضمن مصرفات إعلانات لوحات معدنية سبتة لم يحسب لها إهلاك وحملة إعلانات لمدة 3 سنين كامل التمرين تتضمن مصرفات إيجار العقار المستخدم كمقار للشركة والإيجار الشهري يتضمن إيرادات فوائد ودائع وخص مكتسب تبين أن فوائد القروض المسددة والمدرجة 3 مليون جنيه 20% سنويا علما بأن حقوق الملكية بلغت مليون وسعر الخصم المعلن من البنك المركزي 6% طيب المطلوب بيان ما سبق على تحديد صف ربح الخاضع للضريبة طيب تعالوا مع بعض نشوف الحل ونشوف الجزء الأول بكشف التعديلات وطبعا البنود ده طبعا هترجعوا للتمرين تانية وهنرجع مع بعض نشوف الأرقام دي جات إزاي زي ما تعودنا 3 خانات يضاف يخصم سبب التعديلات هبدأ بصف ربح صف ربح المحاسبي طالع مليون ونص فرق إهلاك مباني بيسوي إيه بقى؟ أنا حضرتك كاتب إهلاكات 32 ألف وحسب الإهلاك على نسبة 8% وهم الضرائب بتقولي احسب على 5% فبعمل إيه؟ بقوله فرق إهلاك المباني بيسوي الإهلاك في فرق المعدل على المحتسب أو هنا فرق إهلاك الإهلاك اللي كاتبوا لي في التمرين 32 ألف الإهلاك الأكبر 8% ناقص الأصغر 5% ونقسمه على النسبة الأكبر تاني 8% يبقى الإهلاك فرق المعدلين اللي هو 8% و 5% طلعب 3% والمحتسب 8% فهيطلع الفرق 12 ألف أضيف لـ 12 ألف على طول طيب الإهلاك المحاسبي للأساس لا يعتبر من التكاليف واجبة الخاص لذلك يضاف هو قالي فيه إهلاك محاسبي للأساس بكام؟ 21 ألف حطيطه أساس للإهلاك ده بقى هرجع معكم تاني دلوقتي أو هجبه لكم إزاي إهلاك الأساس ده حسبناه ركزوا شوية على الأرقام الأول نبدأ بالأول بالتمرين تمام؟ التمرين بتاعنا اللي هو بيقول لي إيه بقى بيقول لي تتضمن الإراضات قبلها بيقول لي إيه بقى ركزوا كده شوية إهلاك الأساس اتضح أن رصيد الأساس أول العام بـ 150 ألف عندك أساس أول السنة بـ 150 ألف واستهلك خلال السنة بـ 120 أو خلال الفترة بعت الشركة أساس بـ 38 طب نحسبها إزاي؟ تعالوا مع بعض كده نشوفها نحسبها إزاي؟ أولاً احنا عملنا الجدول وقلنا كام؟ قلنا المبلغ طلع 8000 طب أنا عايز أشوف 8000 دول إيه؟ حسبناهم إزاي؟ وركزوا معاه شوية كده عشان ما نرجعش لتمريننا تاني شوفوا كده كيفية حساب إهلاك الأساس القيمة الدفترية للأساس أو للعام طلع بـ 150 ألف ركزوا بقى الأرقام اللي أنا قلتها عشان تعرفوا تحلوا الخطوات دي بتاعت القيمة الدفترية للأساس طلع بـ 150 ناقص مجمع إهلاك أساس أول العام بـ 12 ناقص بتساوي القيمة الدفترية للأساس بـ 30 يعني أنا إيه دلوقتي طرحت الـ 150 ناقص الـ 120 إداتنا كام؟ إداتنا 30 طيب القيمة الدفترية للأساس 30 ناقص الأساس المباع إنت بعت أساس بـ 38 الناتج طلع معك على الآلة بالسالب ولا بالموجب جاي بالسالب طالما الناتج جاي بالسالب يضاف كله اللي هم 8000 اللي أنا بحسبه ما؟ 30 ألف ناقص 38 ألف طلع 8000 بالسالب تاني عشان ما تتوش منكم 8000 ناقص مجمع لك أساس 120 إداننا الناتج الصافي أو القيمة بتاعتنا بتلاتين وهو باع أساس بـ 38 يبقى فيه سالب 8000 طيب لو العكس جاي بالموجب لو بالموجب بنقارن ما بين حاجتين ركزوا معاك كده شوية أعزائي الطلبة لو الرقم في الطريقة اللي أنا بشرحها دي في الإهلاك جاي بالسالب يضاف لو بالموجب بنشوف هل الرقم أكتر من 10,000 ولا أقل من 10,000 لو الرقم أقل من 10,000 هنخصمه زي ما هو لو الرقم أكتر من 10,000 يضرب في النسبة وعادة لو أساس أو ألات بتضرب 25% ويتخصم يبقى الرقم لو جاب الموجب يخصم لو جاب السالب يضاف ولو جاب الموجب أقل من 10,000 هحط رقم زي ما هو هخصمه أكتر من 10,000 طبعا زي ما قلت من شوية كده هضربه في النسبة 25% أو لو كان إهلاك حاسبات أليه 50% ويديني الناتج والناتج ده أعمل فيه إيه أخصمه مش أضيفه آخر مرة لو بالسالب يضاف لو بالموجب أقل من 10,000 يضاف يخصم أكتر من 10,000 بضربه في النسبة وأخصمه برد طبعا كامل التمرين بتاعنا طيب إحنا دلوقتي دخلنا في تبرعات يضاف فرق الإهلاك مرتب الشريك يحيا نظر الإدارة لا يعترف به تكلفة لأنه توزيع الربح حد يقول لي طب ويحيا ده ما قاليش لاموسي ولا متضامن هو أنا في بداية التمرين أنت لك شركة مكونة من يحيا محمد بصوا كده شركة أشخاص مكونة من يحيا محمد وإحمد سعيد طالما مكونة دي يبقى الشريك ده متضامن يبقى يحيا محمد وإحمد سعيد شركاء متضامنين يبقى إحنا دلوقتي هو ما حدد ليش في التمرين الشريك ده متضامن ولا موسي فبعمل إيه بقول مرتب الشريك يحيا نظر الإدارة لا يعترف به تكلفة لأنه هو توزيع الربح بإحنا قلنا لو الشريك متضامن بحط رقم بتاعه الباقي مرتبات العاملين المدفوعة اللي هم الربعمائة ألف ناقص الستين يدينا تلتمية واربعين قال المرتبات السنوية بتساوي الشهرية في اتناشر الناس بتدي لسه إيه لها في تمرين قبل كده بندفع مرتبات تلاتين ألف في الشهر في اتناشر ألف بستة وتلاتين وأنا أدركت تلتمية يعني تلتمية وستين وأنا أدركت تلتمية واربعين يبقى الفرق إيه إيه مستحق يخصم يعني أنا يا جماعة المفروض أدي مرتبات للعمال بتوعي تلتمية وستين ألف أكتب تلتمية وستين مرتبات أنا كتبتها تلتمية واربعين يبقى أنا لي مبلغ وقدره عشرين ألف يخصم من الربح تعالوا نكمل التمرين نشوف التكملة بتقول لي إيه دخلنا على التبرعات رقم تلاتة التبرعات لمعهد الأورام بالقاهرة جاء حكومية معترف بها لا تأثير معترف بها كتكلفة لا تأثير معهد الأورام مستشفى الأصر العيني معهد ناصر كل ما يرتبط بالحكومة ما بحط ليش رقم تبرعات لجمعية الوفاء والأمل الله يا مصر ده جمعية الوفاء والأمل هو ما جاب ليش إذا كانت جمعية خيرية مصرية مشهرة من ضمن الجمعيات اللي هي معروفة كأنها جمعية خيرية مشهرة هي جمعية الوفاء والأمل وهي جمعية معترف بها في حدود عشرة في المية فهتضاف مؤقتا اللوحات المعدنية السابتة زي ما اتفقنا لم يدرج لها إهلاك لا يسمح بها كتكلفة لذلك تضاف أحط الاربعين ألف كلهم ولكن يسمح بإهلاك ضريبي خمسة وعشرين في المية همسي أربعين ألف جنيه خمسة وعشرين في المية تلعب بمئة ألف بعشر تلاف فهي حط العشرة تلاف دي في يخصم يبقى تاني لوحات المعدنية السابتة الرقم بتاعها في يضاف أما الجزء الخاص بالإهلاك يخصم الباقي هم كلهم الإعلانات عبارة عن سبعين ألف خدت منها لوحات معدنية سابتة ربعين يتبقى تلاتين حملة إعلانية لمدة تلات سنين لا تأثير يعني لا تأثير إيه؟ يعني لا بحط لها رقم لا في يضاف ولا يخصم إيجار العقار طبعا زي ما أنتم شايفين كده المستخدم كمقار للشركة وعترف كتكلفة في حدود هو بيدفع إيجار عقار تلات تلاف في الشهر في اتناشر بستة وتلاتين وهو أدرج تلاتين أدرج كام زي المرتبات هو بيدفع إيجار شهر تلات تلاف في اتناشر شهر بستة وتلاتين ألف هو الراجل أدرج معايا مبلغ تلاتين ألف بس يبقى لي عندنا ستة تلاف جنيه أحطها في يخصم بالنسبة لفوائد الودائع مدرجة دي من الأراضات ومعفقة من الضريبة لا تأثير خصم مكتسب من الأراضات خدع مدرج لا تأثير ما حطلهمش رقم تعالوا نشوف كده إيه الجزء الثاني بتاع اللي هو فوائد وقروض معتمدة بصوا بقى بالنسبة للجزء ده عايز أبص بس على التمرين فيه الأول عشان خاطر تشوفه تحلوه إزاي طيب الجزء الأولاني ده معايا بتاع إيه بقى قال لي تبين أن الفوائد القروض المسددة والمدرجة تلاتة مليون تلتمية ألف جنيه عشرين في المئة سنوات علما بأن حقوق الملكية مليون ركزوا حقوق الملكية حقوق حقوق الملكية بلغت مليون جنيه وسعر الخصم المعلن من البنك المركزي ستة في المئة نحلها إزاي طيب بصوا كده معايا قال لي فوائد قروض معتمدة هضرب حقوق الملكية في النسبة اللي جايبها ستة في المئة في اتنين فاربعة يديني ربعمية وتمانين ألف الحاجات دي ستة في المئة اللي بتتغير واثنين فاربعة موجودة معايا مثلي ربعمية وتمانين ألف فوائد قروض مدرجة جابها لي تلتمية إذن الفروق الغير معتمدة المدرج أقل أنا أدرجته تلتمية فهو المفروض اللي اتحسب تلعب ربعمية وتمانين فالمبلغ المدرج تلعب أقل فلا تأثير فإذا كان عندي فوائد قروض معتمدة تلعت بمبلغ أكبر من المدرج من اللي أنا حطه لا تأثير وساعتها إيه ما بنحط الهاشرق طيب تعالوا كده معنا نشوف المجموع مليون ستمائة ستة وستين ألف ويخصم واحد وستين ألف هطرح يدينا مليون ستمائة وخمسة ألف نفس الكلام تبرعات لجمعية خيرية مصرية في حدود عشرة في المية على مية وعشر أمسك المليون ستمائة وخمسة ألف أضربها في عشرة على مية وعشرة هيطلع لرقم مية خمسة وربين ألف تسعمية وتسعة وهو المدرج خمستاشر فخدت الخمستاشر ويداني صف الربح طيب أنا دي لسه إيه لها اللي هي كيفية حساب إهلاك الأساس طيب دلوقتي أنا بس هراجع معكم حاجات بسيطة على جزء بتاع اختار يعني لو جالي التمرين دي على هيئة اختار نبدأ نحله إزاي طيب نشوف مع بعض دلوقتي لو جالي التمرين اختار نحله أو خطوات حله بتكون إزاي طيب قال لي أسئلة متورة على محاسبة الضرائب رقم واحد اختر الإجابة الصحيحة موضحا سبب الاختيار المصروفات العمية والإدارية المؤيدة بالمستندات مئة ألف جنيه طيب والمصروفات النسرية والإكراميات غير المؤيدة بالمستندات تبلغ عشر تلاف جنيه لذلك يضاف تلاتين أو تلات تلاف يضاف عشر تلاف لا شيء مما سبق ثم التبرعات المدفعة والمدرجة في قائمة الدخل تلاتين ألف لأحد الأحزاب وطبعا لفقراء الحي لذلك قلنا يضاف عشرين ولا يضاف أربعين هنشوف بقى التمرين كلها ونحاول كل تمرين نحله مع بعض إجار المعارض المدرج دي من قائمة الدخل أربين ألف تمانع لإجار الشهري أربعة تلاف طيب تعالوا كده نشوف تنمى لقرارات ضريبة ضد الحريق والسرقة مبلغ على مباني المنشأة المؤجرة مبلغ خمسة وتلاتين ألف لذلك تضاف ولا تقصم تعالوا أول حاجة هنبدأ نقول مع بعض الحل المصرفات والإكراميات الغير مؤيدة بالمستندات معترب بها في حدود سبع في المائة من مصرفات المؤيدة بالمستندات هو جاب المصرفات العمومية والإدارية تبلغ عندي كده كام تبلغ عندي مئة ألف مئة ألف في سبع على مائة بسبع تلاف طبعا إذن يضاف الفرق سبع عشر تلاف من السبع تلاف هضيف تلات الحالة التانية أو الجزء التاني اللي هو موجود معايا اسمه إيه؟ تبرعات الأحل الأحزاب وأيضا الفقراء الحية غير معترب بها تكريفة لذلك يضاف التلاتين ألف زائد العشرين ألف بخمس تلاف جنيه طيب بعد كده الجزء الأخير إيجار المعرض أربعة تلاف في اتناشر بتمانية واربعين والمدرج أربعين يعتبر الفرق إيجار مستحق لذلك يخصم الفرق اللي هو كام تمن تلاف الإجابة به طيب أعزائي طلب الطلبات الدبلوم التجاري بكده نكون خلصنا معاكم موضوع مهم جدا وهو موضوع ضريبة الأشخاص الاعتبارية ونكون وفينا كل شكل أو أشكال الأسئلة اللي ممكن تيجي معاك ويا ريت بس تتابعونا كده تحاولوا تحلوا تمارين كتير زي ما قلت كتابي المدرسة انتحانات دبلومات سابقة تعاودوا نفسكم على الحال وتبدأ تحل وتحاول تركز شوية الفترة اللي جاية وإن شاء الله نكون كده بإذن الله نكون وفينا معاكم معظم أجزاء المنهج ونتمنى إن شاء الله أن نكون تحت حسن ظنكم ونكون قدرنا نوصل لكم المعلومة الخاصة بمحاسبة الضرائب مع عطب التمانيات والنجاح ليكم إن شاء الله كان معكم أستاذ محسن الشريف